بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد أحييكم أحبتي بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدري في شرح مقدمة ابن الجزري هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زادن العلمية أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير ومع الدرس الواحد والثلاثين وصلنا في الدرس السابق إلى قول المصنف رحمه الله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلا وأبن في يوم معقالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم هنا ذكر في البيت الأول قال ما يجب إدغامه وذكر في البيت الثاني ما يمتنع إدغامه فقال وأولي مثل أولي مثل وجنس إن سكن يعني إذا جاء حرفان متماثلان إذا جاء حرفان اتفق في المخرج والصفة أو في الاسم والرسم إذا جاء مثلان أو جاء متجانسان والأول ساكن فأدغم الأول في الثاني كما ذكرنا في الدرس السابق نحو اضرب بعصاك وهنا مثل للمثلين بقوله بل لا فهنا تضغم اللام في اللام لا نقول بل لا كلا بل لا يخافون لا نقول كلا بل لا يخافون تصير اللام الأولى مع اللام الثانية تصير حرفا وحدا بل لا ونحو أيضا اضرب بعصاك كما قلنا ونحو فما ربحت تجارتهم ونحو قد دخلوا هنا يجب إضغام الأول في الثاني لأنه من باب المثلين الصغير وكذلك في المتجانسين الصغير يجب إضغام الأول في الثاني إذا سكن الأول كما في الظلم وكذلك في قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي وفي قوله سبحانه أثقل الدعوة وأجيب الدعوتكما وأيضا اركم معنا وأيضا يلهذ ذلك مع أنه وقع خلاف في بعض هذه الكلمات بين القراء فهنا يجب إضغام الأول في الثاني من المثلين الصغير والمتجانسين الصغير ونلاحظ هنا أن المصنف رحمه الله مثل للمتجانسين بقوله قل ربي قال أدغم كقل ربي وبلا بلا مثال للمثلين وقل ربي مثل به للمتجانسين واللام الراء في نحو قل ربي ليس من المتجانسين على المذهب المشهور لأننا أخذنا في مخارج الحروف أن اللام تخرج من أدنى حفة اللسان والراء تخرج من ظهر رأس اللسان والنون كذلك من طرف اللسان وبعض العلماء ومنهم الفراء جعلوا هذه الأحرف الثلاثة اللام والنون والراء في مخرج واحد فعلى مذهب هؤلاء مثل المصنف رحمه الله تعالى بقوله كقل ربي فاللام والراء من المتجانسين على مذهب الفراء ومن تابعه ثم قال وأبن أبن أي أظهر وأبن أي أظهر أظهر ماذا؟ قال في يوم ما قالوا وهم أظهر ما سيذكره لك في البيت الآتي في يوم ما قالوا وهم وقل نعم قلنا المتمثلان الصغير إذا سكن الأول وجب إضغامه في الثاني إلا إذا كان حرف مد وذلك كما في قوله في يوم في يوم في يوم كان مقداره ألف سنة مثلا وكذلك الواو قالوا وهم فيها يختصمون مثلا فهنا لا تضغموا الياء في الياء لا تضغموا الياء المدية في الياء المتحركة بعدها ولا تضغموا الواو المدية في الواو المتحركة بعدها لماذا؟ لألا يذهب حرف المد بسبب الإضغام فهنا يجب إظهار الياء المدية قبل الياء المتحركة ويجب إظهار الواو المدية قبل الواو المتحرك وهذا باتفاق أهل الأداء لا خلاف بينهم في إظهار الياء المدية قبل الياء المتحركة وإظهار الواو المدية قبل الواو المتحرك وهناك موضع من المتمثلين اختلفوا فيه هل نضغم الأول في الثاني أو نظهره وهو قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك فهنا الهاء في قوله مالية الهاء هنا هاء السكت وهاء السكت لا حظ لها في التحريك ولا في الإضغام فاختلف أهل الأداء في هذا الموضع فبعضهم أخذ فيه بالإضغام طردا لباب المثلين الصغير فقال هذه تضغم مثل اضرب بعصاك وبلا وربحت تجارتهم إلى خيره والجمهور على إظهاره والجمهور على إظهار هاء السكت وعلى هذا عندما نصل ما أغنى عني مالية هلك لنا الإظهار وهو مذهب الجمهور والإظهار يكون مع سكت بين الهاءين هكذا ما ليه هلك عني سلطانية والوجه الثاني هو الإضغام نقول ما ليه هلك عني بها واحدة مشددة أيضا أمر بإظهار اللام الساكنة قبل النون في قوله قل نعم فهنا تظهر اللام قبل النون في هذا الموضع لا تضغم قل نعم وأنتم داخرون لا تضغم اللام الساكنة في النون في قوله قل نعم حتى عند من أضغم اللام الساكنة في النون في غيرها وهو الكساء لأن الكساء يقول بل نتبعوا مثلا يضغم اللام في النون لكن في هذا المثال لا يضغم أحد اللام في النون قالوا لأن اللام لا تضغم في حرف أضغمت النون فيه وذلك أن النون تضغم في اللام في باب أحكام النون الساكنة والتنوين نقول من لدنه من لدنه فهنا أضغمنا النون في اللام فقالوا لا تضغم اللام في حرف أضغمت هي فيه فهنا يجب الإظهار أما الكساء وقراءته في بل نتبع مثلا فإضغامه فيها لاتباع الأثر لاتباع أي اتباع الرواية أيضا أمر بإظهار الحاء قبل الهاء في قوله سبحه وسبحه ليلا طويلة وغرض الناظم من ذكر هذه الأمثلة هو أنه قد يتوهم إضغام الأول في الثاني في هذه الأمثلة فنبه على ذلك لا أنه يريد أن يستقصي أو أن يتحدث عن الإظهار ومواضعه وإنما أراد أنه قد يتوهم الإضغام في مثل هذا فقال سبحه عطفها على الإظهار في قوله وأب في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبحه أي أظهر الحاء قبل الهاء والحاء والهاء حرفان حلقيان يخرجان من الحلق والهاء أعمق من الحاء فلا يضغم حرف حلقي فيما هو أدخل منه لأن حروف الحلق بعيدة من الإضغام لصعوبتها كما ذكرنا أن من أصول الإضغام أن الإضغام يكثر في حروف اللسان والفم ويقل في حروف الحلق والشفتين فحروف الحلق لا تضغم إلا في مثلها لا تضغم إلا في مثلها أيضا قال لا تزغ قلوبا لا تزغ قلوبا أمر أيضا بإظهار الغين قبل القاف لقرب الغين من القاف لأن بعض الناس يعني يسبق لسانه إلى الإضغام الإضغام سهل في مثل هذا فيقول لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا لا نقول لا تزغ قلوبنا أيضا أمر بإظهار اللام الساكنة قبل التاء في قوله فالتقم وأراد قوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه فهنا تظهر اللام الساكنة قبل التاء فإن قيل أضغمت اللام الساكنة وهي لام ألف التاء في مثل التواب فلما لم تظهر في التواب وأظهرت في فالتقمه نقول لأن لام أل لكثرة دورها مع التاء أضغمت في التاء بعدها ولأن اللام مع ما بعدها في حكم الكلمتين أما هنا في فالتقمه فاللام من الكلمة فلو أضغمنا اللام في التاء لصار ذلك إجحافا بها فحافظنا على اللام بالإظهار فقلنا فالتقمه وأيضا مما يتعلق بالإضغام هو الحديث عن الحرف المشدد أو المضاعف وحقيقة هذا الحرف والعلماء لهم في ذلك قولان القول الأول هو أن الحرف المشدد يقوم مقام حرفين في الوزن واللفظ وإلى ذلك ذهب مكي رحمه الله تعالى وذهب بعضهم إلى أن الحرف المشدد إلى أن الحرف المشدد أطول من الحرف الواحد وأكثر من الحرفين يعني أكثر من زمن الحرفين وينبغي أن يحمل القول الأول على الناحية الوظيفية أو الصرفية وأن يحمل القول الثاني على الناحية الصوتية أو النطقية وأكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة